المعركة السياسية المحتدمة في العراق حول المناصب الوزارية ما زالت على أشدها بعد أن رسخ منصب وزير الداخلية وجود تيارين متضادين الأول يصر على فرض فالح الفياض رئيس هيئة ميليشيا الحشد المقرب من إيران كمرشح وحيد لحقيبة الداخلية بينما يقف الثاني رافضا لهذا الترشيح رفضا قاطعا وما بين الفرض والرفض تحولت جهود تشكيل الحكومة إلى حفلة عناد متبادل بين الفريقين وإذا تمكنت تيار الرافض للفياض والذي يقوده تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر من كسب جولة إلى حد الآن فإنه لم يحسم المعركة التي تلوح طويلة وصعبة ومتعددة الميادين والأسلحة معركة أرغمت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على خسارة حليفه المتمثل بمقتدى الصدر الذي يرى أن عبد المهدي رضخ لإرادة تحالف البناء المتخفي وراءه بالقول إن الفياض هو مرشح عبد المهدي حتى الآن تبدو خيارات تمرير الحكومة أمرا معقدا للغاية لا سيما مع تدخلات الإيرانية التي بدأت تتوضح أكثر مع الزيارة الأخيرة التي قام بها قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني إلى بغداد وتشير أوساط سياسية إلى أن الزيارة تهدف بالأساس إلى توسيع دائرة نفوذ طهران في العراق وتكريس الهيمنة الإيرانية على العملية السياسية من خلال مجموعة خطوات أولها فرض فالح الفياض مرشحا لوزارة الداخلية في المقابل فإن زيارة سليماني عززت موقف المعارضين للفياض والذين يرون أن تسليم وزارة الداخلية لواحد من أهم رموز ميليشيا الحشد معناه تسليم مصير البلد كله للميليشيات الموالية لإيران وهما يمكن أن يؤدي إلى تداعيات خطيرة على المستوى الأمني وتقول مصادر مطلعة إن تمسك عبد المهدي بالفياض سيعرض الحكومة برمتها إلى خطر سحب الثقة بعدما تبين الثقل الذي يمثله الصدر في مجلس النواب وقدرته على تحريك الشارع كما لوح أكثر من مرة هذا فضلا عن اعتراضات كتل أخرى على مرشحين آخرين كما هو الحال في اعتراض تحالف المحور على مرشح حقيبة الدفاع فيصال الجربة واعتراض الاتحاد الوطني الكردستاني على استبعاد عبد المهدي لمرشحه خالد شواني من الترشيح لوزارة العدل اشتركوا في القناة